أهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء ولما كان اليوم الذي مات فيه أظلم من المدينة كل شيء طالع البدر علينا من ثنيات الوداع أجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع فيثرب أصبحت المدينة وطيبة قبيلة الأوس والخزرج من الاقتتال والعداء الشديد إلى الأخوة والاتحاد فالشرك بالله أصبح إيمان بالله والجهل أصبح علم والضعف أضحى قوة لأوا كمان الظلم والجور تحول إلى عدل قحط وفكر إلى بركات لا تحصى ولا تعد يعني الخلاصة بلد صغيرة تحولت إلى بلد تشاع نور الإسلام على جميع أنحاء المعمورة وزي كل الدنيا زي ما في خير حيكون في شر الشر في المدينة المنورة كان متمركز في معسكرين معسكر اليهود ومعسكر المنافقين أما اليهود فكان ليهم السلطة العلمية والسلطة الاقتصادية باعتبرهم أهل كتاب وباعتبرهم أقوى كوة اقتصادية في المدينة وكان أسلوبهم فرق تسد كان يهمهم أن النزاع ما بين قبيلتي الأوس والخزرك يفضل مستمر وجاء نور الإسلام ونزع الحقد والكره من قلوبهم واتحدوا مع إخوانهم من المهاجرين وأصبحوا قوة عزمة أما الفريق الثاني وهم المنافقون كانوا ينظرون إلى الإسلام بأنه السبب في سلب كل مصادر الفخر والقوة لهم بمعنى أن كان ليهم العزة والسيادة على قومهم قبل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم نزع البصاد من تحت أقدامهم قال الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يقدعون إلا أنخسهم وما يشعرون أما عن الخداع فهو الإخفاء والإبطان فهم يخفون الكفر ويظهرون الإيمان عندنا حتة صغيرة في النحو بتقول أن الفعل بيأتي على وزنين يفعل ويفاعل مثل يقتل ويقاتل يخدع ويخادع الفرق المهم بالنسبة لنا أن الفعل على وزن يفعل له فاعل واحد فقط أما على وزن يفاعل فله فاعلين حدر حضراتكم بمثال توضيحي لما أقول يخاصم زيد عمرا بالتبعية أدر أقول يخاصم عمر زيدا فكل من عمر وزيد اشتركوا في الفاعل يخاصم وبالمثل في الآية الشريفة يخادعون الله والذين آمنوا فهناك طرفان الطرف الأول هم المنافكون والطرف الثاني هم الله والذين آمنوا فهم يتوهمون بغبائهم أنهم يستطيعون خداع الله والذين آمنوا ولكن الله خادعهم قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لأن الجزاء من جنس العمل فإن المنافقون كانوا يخادعون الله والذين آمنوا فيظهرون شيء ويبطنون شيء يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر طيب ده كان واضح جدا بالنسبة للمنافقين أما بالنسبة لله عز وجل وللذين آمنوا فكانوا يظهرون شيئا ويبطنون شيء فأظهروا للمنافقين أن لهم أحكام المسلمين في الدنيا وأخفوا لهم في الآخرة أن لهم الدرك الأسفل من النار طبعا كلنا نعرف أن القرآن الكريم يقرأ على كراءات عشر فهناك لهذه الآية الكريمة كراءتين مختلفتين فعندنا في رواية حفص عن عاصم تقرأ وما يخدعون إلا أنفسهم والفاعل في هذه الكراءة واحد هم المنافقون أما في رواية ابن كثير فتقرأ وما يخاضعون إلا أنفسهم بالمد ومعنى هذا أن هناك طرفان للمفاعلة المنافقين وأنفسهم وأخيرا أخي الكريم يجب أن تعلم أن المؤمن يخادع ولكن لا يخدع وأن المؤمن كيس فطن ويعلم من أين تأكل الكتف جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا